موسيقى السلام عليكم الرحمن الرحيم بينا ستعيني بنتكلم النهاردة عن قاعدة اجرائية مهمة اللي هي قاعدة ألا يدار الطاعن بطاعنه في المواد المدنية والجناية اساس القاعدة دي ايه؟ اساس القاعدة دي ان الحكم القضائي يعتبر انه هو في البداية وفي النهاية نهاية عمل بشري والقاضي بيطبق مواد القانون على الوقائع اللي الخصوم بيعرضوها عليه وبيشوف هالطلبه موافق للقانون وفي قاعدة في القانون بتديله الحق دوه ولا لا فالقاضي عرضة للخطأ زيه زي البشر لانه الحكم القضائي هو عمل بشري اساس القاعدة دي ان الطاعن اذا ادير من الحكم اللي صدر ضده او شايف انه هو مكعب بحقوقه او انه هو ظلمه من حق انه هو يلجأ للقاضي الاعلى عشان يعرض عليه النزاع من جديد في محاكم طعن عادية وفي محاكم غير عادية طروط طعن العادية الاستقناف حاليا وده في الاحوال الشخصية وفي المواد المدنية وفي التجارية وكان في الطعن بالمعارضة في مواد الاحوال الشخصية وقلغيها بصدور قانون الاسرة بقى هو الاستقناف هو طريق الطعن حاليا الوحيد هو طريق الطعن العادي فانا لما بطعم بالاستقناف مثلا بطرح النزاع بتاعي من جديد تاني قدام المحكمة الاعلى عشان تتدارك الخطأ اللي حصل من القاضي في الحكم الاولاني اللي صدر من محكمة اول درجة الحكم اللي صدر من محكمة اول درجة ده ممكن يكون رفض كل طلباتي او ممكن يكون حكم بجزء منها ورفض جزء تاني منها ما حكمش بيها كلها ده بوصلنا لايه يخلينا نقول ان فيه انواع معينة من الاستقناف ودي نقطة مهمة لازم ان احنا نوضحها الاستقنافات المدنية لها انواع معينة اولها الاستقناف الاصلي الاستقناف الاصلي ده بيقام من المحكم ضده من محكمة اول درجة محكم ضده اللي هو ايه اللي هو طلب مجموعة طلبات ورفضت او المحكمة حكمت له بجزء منها ورفضت جزء تاني او طالب طلب واحد ممكن يكون بمبلغ معين تعوية المحكمة حكمت بجزء من الطلب ده يعني ممكن يكون الاستقناف على طلب واحد يا جوز ده الاستقناف الاصلي الاستقناف الاصلي بيرفع من المحكم ضده من محكمة اول درجة ولازم ان يقام خلال اربعين يوم يعني لازم يقام في معادل الاستقناف معادل حتمي ده الاستقناف الاصلي نيجي للنوع التاني الاستقناف المقابل الاستقناف المقابل بيرفع من المستقناف ضده في الاستقناف الأصلي يفترض ان فيه استقناف أصلي اترفع المستقناف ضده يعتبر استقنافه استقناف مقابل هو استقناف مقابل للاستقناف الأصلي برضو بيرفع في المعاد اللي هو الاربعين يوم نيجي للاستقناف الثالث اللي هو الاستقناف الفرع حتى من اسمه متفرع عن الاستقناف الأصلي وبيرفع بالتبعية ليه والاستئناف الفرعي غير مرتبط بالمعاد الاربعين يوم لانه بيرفع بالتبعية للاستئناف الاصلي وبيبقى ليه شكلين يا اما بصحيفة يا اما بمذكرة بوضح فيها أسباب الاستئناف الفرعي وإيه هو سندي فيه ومعاد الاستئناف عن مثلا اربعين يوم لكن كنا وضحنا قبل كده وبنكرر تاني ان المادة ٢١٣ مرافعات قالت ان يستثنى بعض الحالات اللي هي حال التخلف المدعى عليه عن الحضور طوال مراحل نظر الدعوة قدام أول درجة أو انه حضر وانقطع تسلسل الجلسات وبعد كده ما حضرش القضية تم شطبها وبعد كده تخلف عن الحضور وحيلت من دايرة لدايرة اتوقفت لوقف جزائي ووقف تعليقي لأي سبب دا اللي هو انقطاع التسلسل بتاع الجلسات بيبقى بالشكل دوي لو هو ما حضرش خالص أو حضر في المرحلة الأولى وما حضرش بعد مرحلة انطاع تسلسل الجلسات يبقى هنا المعاد مش من تاريخ صدور الحكم مش من اليوم التالي لصدور الحكم بنعد للأربعين يوم لا دا من اليوم التالي الاعلانه بالحكم يبدأ ينفتح له المعاد بتاع الطعم طيب الاحكام بتختلف لو جينا نطبق قاعدة قلة يوضار الطعم بتاعنه على الاستقنافات اللي احنا قلناها دي من ناحية ايه؟ الاستقناف الاصلي بتنطبق عليه القاعدة دي فلا يوضار الطعم بتاعنه بالنسبة للاستقناف الاصلي انا عملت استقناف اصلي نتيجة ان المحكمة رفضت طلباتي في اول درجة او حكمت بجزء وجزء لا ما ينفعش محكمة الاستقناف تسوق مركزي اكتر ما هو كان من الحكم اللي هو موجود انا طالب تعويض مثلا مئة الف جنيه المحكمة حكمت ليه بخمسين ما ينفعش محكمة الاستقناف انها هتقلل المبلغ اللي انا طالع استقنف عشانه يعني ما ينفعش انها هتقلل الخمسين يتأيد الخمسين يا امة تحكم لي بازياد منهم لكن انا اضار نتيجة للجوء لطريق الطعن بالاستقناف وان المبلغ بتاعي ايه الكلام ده هنا غير جائز انه بيخاري في القاعدة الاساسية دي اللي هي قاعدة الله يضار الطعن بطعن نفس الامر بالنسبة للاستقناف المقابل برضو يعتبر المحكم المستقناف ضده هنا رافع الاستقناف ده ممكن اللي اتحكم عليه بالخمسين ده هو كمان استقنف وطالب انه هما يتلغهم المحكمة يجوز انها تحكم له في استقنافه هو بالزيادة وهنا ما اعتبرش ان انا قدرت ليه لان الاستقناف المحكمة حكمت فيه هو الاستقناف بتاع المحكم ضده مش الاستقناف بتاعي انا يعني كل واحد في استقنافه المستقنف في الاستقناف الاصلي لا يضار بيه المستقنف في الاستقناف المقابل لا يضار بيه لكن ممكن اللي ليه مركز المستقنف ضده في استقناف خسمه ممكن انه هو يدار ويحكم ضده لان هنا اساسا الطعن مش مقام منه لا ده هو مستقنف ضده في هذا الاستقناف اما بالنسبة للاستقناف الفرعي وان كان بيسر عليه نفس الكاعدة اللي هي كاعدة قلة يدار الطعن بطعنه وفيه كد على القاضي ان ما يحكمش ضد المستقنف فيه لانه برضو استقناف حتى لو ترفع بالتبعية الاستقناف الاصلي لكن عملا ممكن بارادة من المستقنف في الاستقناف الاصلي اللي بيتبعه الاستقناف الفرعي لو انا طرقته او شطبته بيؤدي ان بيزول معاه الاستقناف الفرعي فده بيرجع الارتباط والتبعية ما بين الاستقناف الفرعي والاستقناف الاصلي مش لان القاضي بيحكم بحكم فيه ادرار بالمستقنف في الاستقناف الفرعي الالتماس يعدت النظر باعتباره طريق طعن غير عادي برضو في الاحكام بيتم نظره على مرحلتين المرحلة الاولى المحكامها بتتحقق ان فيه وجه من اوجه الالتماس وان الحالة اللي انت رفعت الطعن بتاعك بالالتماس يعدت النظر في الحكم النهائي عليها متوفرة من دمن الحالات دي اذا لقيت ان الحالة دي متوفرة بتحكم اولا بقبول الالتماس وبتحدد جلزة لنظر الموضوع فبرضو بيسر عليها نفس المبدأ ان لا يدار الطعن بطعنه بالنسبة للطعن بطريق النقد الطعن بطريق النقد يعتبر لي خصوصية لانه هو موجه انا بطلقش محكامة النقد لطلبات لكن انا طلبي منصب كمطعن في الحكم بطعن لمخالفة الحكم للقانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله اللي هي الاسباب بتاعة الطعن بالنقد فبطلقش محكامة النقد ان زاودي المبلغ لمحكامة الاستئناف مرضيش الدوني محكامة النقد ما هياش درجة ثالثة من درجات التقادي لا دي بتنظر الطعن على اسباب محددة حتى ولو السبب كان قانوني وخالطه واقع لازم ان يكون اطرح على محكامة الموضوع ما نفعش يتمسك به وقدام محكامة النقد لأول مرة لكن اللي بيحصل ان محكامة النقد لو لقيت ان في خطأ قانوني بتنقض الحكم وبتؤمر بالاحالة لمحكامة الاستئناف هنا بترجع انت بالموضوع بتاع النزاعة بتاعك تاني قدام محكامة الاستئناف فبرضو محكامة الاستئناف مش هتدار من الطعن بتاعك مش هتسوى مركزك وفي بعض الاحيان محكامة النقد بتتحول لمحكامة موضوع في حالتين اذا كان الطعن للمرة الاولى قدامها وتبين لها ان هو صالح للفصل فيه هنا بتنظره كمحكامة موضوع وتفصل في الموضوع والحالة التانية ان لو كانت طعن مرفوع لمحكامة النقد للمرة التانية اتعرض عليها اول مرة نقدت ورجعت محكامة الاستئناف حصل خطأ ولمحكامة الاستئناف خلفت حكم النقد في الجزئية اللي هو نقد عشانها او طبقته لكن وقعت في وجه تاني من اوجه والخطأ فاتعمل طعن بالنقد جديد هنا محكامة النقد لو اترفع لها النقد التاني مرة بتتصدى للفصل في الموضوع في الحالتين دول ومحكامة النقد ومحكامة الموضوع بيبقى لها نفس سلطات محكامة الموضوع فبرضه ماينفعش ان هي تدير الطعن بالطعن بتاعه او ان هي تسوى مركزه وفي احكام المحاكم الابتصادية محكامة النقدة طبعا معروف ان هي بتنظر الموضوع والقامون ولو كان الطعن المرة الاولى يعني اتصلت بتاعها هنا وجوبش نيجي للمواد الجنائية المفروب برضه في المواد الجنائية ان الطعن لا يدار برضه بالطعن اللي هو بيقام منه انا اتحكم عليها بحكوبة معينة من محكامة اول درجة عملت طعن في الحكم ده منفعش اني محكمة الطعن ان هي تسوى مركزي او تحملني بحكوبة اعلى من اللي انا طالع بيها وطاعن فيها قدام محكمة الطعن يا تأيت يا اما تعدى او مثلا تدي براءة لو في موجب لها لكن في حالات النيابة العامة هي اللي بتستقنف الحكم في حالة استقناف النيابة قانون الاجرات الجنائية اجاز ان يتم توقيع عكوبة اشد لكن بشرط اجماع القراء من الدائرة اللي هي بتنظر الطعن نيجي اخيرا للحالة بتاعة الطعن بالنقد في المواد الجنائية اذا كان المتهم هو اللي طعن ومحكمة النقد نقدت ورجعت برضو بيرجع لمحكمة بتنظر الطعن بتاعه العادي او بتنظر الموضوع هنا برضو لا يجوز انه هو يدار او يسوى مركزه لكن لو كان الطعن من النيابة برضو نفس اللي احنا قلناه يجوز ان هي بتقبل وبتلغي وبترجع تاني تشرفنا بكم ونتمنى ان تكون المعلومة وصفتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته